ناقش مدير عام مكتب وزارة النقل بمحافظة لاحج بديا محمد القطيبي ومدير عام مكتب وزارة النقل بمحافظة عدن نورس فريد بركات ناقش تعزيز الشراكة وتنسيق الثنائي بينهما هدف اللقاء لتفعيل أعمال النقل وتنظيم محطة نقل الركاب بين محافظتي عدن ولاحج وترميز باصات نقل الركاب بالملصقات التي تشير إلى وجهتها المحددة في إطار مناطق مديريات محافظتي عدن ولاحج والعمل على تفويج المسافرين إلى تلك المناطق بكل سهولة ويسر وانسيابية بما يحقق تطلعات المواطنين الركاب والسائقين على حد سواء وقرر الاجتماع البدء بتنفيذ آلية العمل المتفق عليها بين المكتبين وفي مقدمتها اعتماد مندوبين رسميين من المكتبين وفي فرزات المحافظتين ونقاطها لإنهاء حالة الابتزاز للسائقين التي تعرضوا لها في السنوات الأخيرة وضبط المخالفين لنظام الانتداب من المكتبين واتخاذ ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة الرادعة لهم هذا وكان محافظ لاحج اللواء الركن أحمد عبد الله علي تركي قد أشاد بالنتائج الإجابية للقاء بين قيادتي مكتب وزارة النقل في كل من عدن ولاحج كما أكد تسهيل قيادة السلطة المحلية بمحافظة لاحج سير أعمال المكتبين ودورهما الحيوي في خدمة قطاع النقل بالمحافظتين من جانبهما ثمن المديران بديع ونورس ثمن المساندة الكبيرة التي يقدمها محافظ محافظة لاحج لمكتبين النقل بمحافظته لاحج عدن لما فيه المسرح العام وخدمة المجتمع في مجال النقل خاصة النقل البري ترجمة نانسي قنقر